بسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين الله معكم جميع المشاهدين يلي عم بيحضرونا وصورته عم تنترو برنامج ثورة البابا فرانسيس اللي عم بيطل عليكم اسبوعيا حتى نستكمل اقوال البابا فرانسيس يلي دايما بيحاول من خلال خطاباته وكلماته وتوجهاته ورسالاته انه يوصل كلمة الله يوصل تعليم الكنيسة يوصل توصيات الكنيسة وبالبداية مش بالنهاية هي توصيات يسوع المسيح هي كلام الرب يلي بيستقيه من الانجيل وبيوصلنا يهي بأحلى حلال بيحلي نفهمه نحنا بهيدا العصر هيدا بعد اكتر من الفين سنة على مجيء المخلص وقدي صعبة هالطريقة وقدي حلوة وقدي مليئة بالروح القدس انه نقدر نفهم يسوع بعد هالالاف سنين لانه ما اجا من اجل زمان واحد اجا من اجل كل الازمنة مشاهدينا ثورة البابا فرانسيس مثل العادي بدي هيك يرحب بيصاحب الكلمة على هالمنبر الاب سمير بشارة اليسوعي الله معاك ابونا شاران يا هاي بتجني دايما هيك ما رح مش انا هيدا الروح بيقصى وبيكمل دايما هيك لاحظتوا بطريقة جديدة وشيكة وكمان احيانا اوريجينال صراحة ابونا هيدا الروح ليدوس بيضل يلهمنا كيف نكون دايما جدد لو صار عمرنا ثلاثين او خمسة وثلاثين سنة ما منكرر مش هالا قدرنا جديد روح بيضوس بيجدد دايما دايما حياتنا لو صار عمرنا ثمانين سنة خليكن هايك متشابسين بهالوكنوم التالت اللي بيخلينا نشوف كل شي جديد حلو مرحبا اهلا وسهلا فيكم الهم حياتنا ونحنا متكل عليه بكل كل شي بنعطيه واكيدة كل المشاهدين بالاخص الناس اللي بيحضروا بيتابعوا ثورة البابا فرانسيس مع حضرتك ابونا بيكون عندهم هالجودويل ما بقولوا المنية الحسنة انه يعيشوا يعيشوا صراحة نستمع على الارض من خلال اكيدة تعليم الانجيل باقوال البابا فرانسيس مفترة من قبل حضرتك نخلينا هالبابا عم جد طوال ما عملوا بصحته يمكن بتارجعوه الفعلا انه الرهباني اليسوعية ما بدش اعمل اكيد شو بيقولو اطراق كل رهباني عندها ميزتا رهباني اليسوعي اللي هيخد اسم يسوع استلمت هالرسالة على الصليب يعني مارغناطيوس ظهرت له رؤية قبل ما يقسس الرهباني شايف يسوع حمل الصليب عم بيقل له او بدي ايك تكون رفيق لإلي بس ما قلو بدي ايك تكون رفيق لإلي انا و ريفع ايدي عم بطلع السماء او انا و عم بنكش على الارض او انا عم بوعز ظهر له حمل الصليب ما في بتصور الصليب اللي بيحررنا و بلشنا الشيك بإشارة الصليب و رح نموت بهالأجمل إشارة لانه من خلالها بتصور في حياة ما في موت أبدا اذا هاك حبيت توجه تحيي لهالرهباني وبحس انا انه اذا عم بنتمي إليها كل يوم أكتر كل يوم أكتر اي فعلا لانه متل وقتل الشخص بيرجع بيجدد عهده تجاه شريك حياته لانه ما لازم يكون إلا صادقين و اذا مش كل يوم بدي اقرر من جديد كمل كون عم مثل هيدا يعني عمل يومي وجهد يومي بيكمل إرادته الشخص والتقب الآخر دايما بدي ارجع التقب معه من جديد وكل يوم بيحل جديد حلو التجدد هو عكس الرتيبة والرتيبة بتقتلنا بتخلي كل شي يصير ميت اذا فينا نقول معفن قديش حلو هيك الفرح اللي رح نسمع اساسا كلمة عن الفرح كمان اليوم محضرنا منو طويل طويل وحلو طويل وحلو وهكي متحرك جدا في كتير من الحركة بالنصوص أو بالجمل اللي مسحوبة من أكويل بابا فرانسيس بتحب نبلش بأول جملة هيك تيشوف التوجيه العام المشاهدين فإذا نبلش بأول جملة لليوم حضرنا إياها الأب سمير فإذا ليست القداسة أن نقوم بأعمال خارقة لكن أن ندع الله يتصرف في حياتنا أنا تشوف كل الديس مثل سوبر ايرو مثل بطل بطل سوبرمان وباتمن بيبقوا ليدة عم بيحضرون أبونا صراحة بتطلع فيهم بقلوا بيبقوا كتير مأخودين بيقلوا شو عم بيعمل هيدا الله أقوى من هولي كلهم هول كلهم إخدين فكرة من الله أنا هيك بشوف فتنعوا بالفكرة الأولاد الولد بيصدق تنعوا لا حلوة هالتشابه اللي عملتي بس عم بتقول حضرتك أنه الأداسة أنه ما نقوم بأعمال خارقة أكيد أداسة البابا عم بيروح للأصل تنعمل أعمال خارقة مش متل ما نحنا منشوفها خارقة ولكن يمكن شيء كتير بسيط أعمله بطريقة غير طبيعية لازم المسيح هو يكون المحرك إذا وقت اللي بخلي يسوع هو يشتغل فيه بعد بعمل أعمال أعظم المهم أنه مش قول لازم أعمل أعمال خارقة لحتى كون قديس لا الأداسة منى هي أزا بدك اتحاد الأداسة أزا رجع لأصل الكلمة بتتذكروا إخوتنا عم تسمعونا الفعل قديش من العبرة قديشات شو معناتها عم بتجرد عن كل شيء دنيوي كل شيء أرضي الأداسة ما مناش بالعمل الأداسة بالكيين يعني بالاتحاد كيين بكيين وهيدا الكيين اللي هو مثل ما عم تقولي أعظم وأقوى وسيبر إيرو هيدا اللي من خلالي إذا فعلا خليته يتصرف بحياتي بيعمل معجزات ما بعرف إذا انتبهته قديش فعلا حياتنا كلها مرتبطة بهالمحبس اللي بدي كل يوم أرجع حطه بأصبعي وإلا اللي بكون عم فتح حصيبي كل يوم بدي استحقه كما عم بتقول كل يوم بدي عن أناعة أرجع حطه بأيدي وبدي استحقه يعني هيدا شيء بيطلب ركوعه كل يوم والسجود والوقت التاني اعتراف لحتى ضمن يعيش هالحياة اللي عم تغلي غالي مع الرب اللي هو بيصير عم يشغل من خلالي فهمته واضحة جملة خلنا رجعنا نقراها عم المعروف هيك اليوم معنا سعد ليست القداسة أن نكون بأعمال خير لكن الندى على الله يتصرف في حياتنا كنت رحقول أنه نعمل إشا كتير بسيطة بس الخارج يقتي من فوق ماش هيك؟ ماش هيك؟ ماش هيك؟ ماش هيك أوضح بعد ماش والحرية ما بعرف اذا انتبهتو كمان خليها شوي ساعد هالكلمة النادى على الله ما بعرف شو بتوحيلك حرية أنو النادى على الله حرية يعني الله ما بيجبر حيله ما بيفرض اذا سمحت له بيدخل شو القوة هاي اللي عطانا اياها هالحرية اللي معنا بعرف استعملها إذن خان انتبه كيف عم نتصرف قبل ما ننتهي للجملة التانية شو الأداسة كمان هيك بالنسبة لك دغري ما زال قلنا أنه أكيد من خلال يسوع بعمل كل يوم عمل جديد ويمكن نفس العمل كل يوم بدي أعمله ولكن عم بلابسه شو بدي لبسه شو قولك شو حلو يريف في أعمالنا وكلامنا على وجهنا شو رزم يبين دايما ابتسامة فرح هاي ديهاي الأداسة الفرح هي الأداسة اللي بشوفها على وجه ام تيريزا على وجه سان تيريز طفل ياسو على وجه بادريبيو الفرح نعم نقرأ الجملة التانية تنوضحها أكتر كل الأديسين دبقوا فرحانين الأديسة رفقة عنا برغم كل ألامة ظلم تسمم بيقولوا عنا هيك رفقاتها حلو نقرأها لكن جملة التانية نقرأ الجملة التانية تفضل رسالتنا المسيحية هي أن نعطي الفرح للآخرين فينا نتقدس هيك بكفة لحص الكلمة قداشها مهمها رسالة رسالة يعني ضرورة يعني أنا مرسل يعني كل شي صب من الأهد الأديم لجديد هالرسائل كلها اللي بقول عنا أحد العلماء الكبار خلين نذكرها الجملة ما تنسوها بلايز باسكال تتذكر شو بيقول شو بيقول هيدا الماثماتيسيان العالم الكبير بالرياضيات ما كنت تيقو ما كنا أصحاب أبدا في تيورية باسكال ممكن هو بوطلس بلايز لقام إذن شو بيقول كان مؤمن ملتزم بيروح لأديس يوميا بس شو ربنا عمل من خلاله كمان بالرياضيات أبدع المسيحي له واجب واحد فقط ولا غير المسيحي عنده بس واجب واحد فاكرو واجب شو هالواجب أن يكون فرح واجب يعني شو بدي قللك يعني أزا رجعنا لهالجملة يعني نعطي الفرح بس لك أزا بنا نعطي الفرح للآخرين مش إنو خلي الفرح لإلي مش أنا ضلني مبسوط وقاعد وعم فكر شو بدي أمبسط بعد مسكر الدكين بدي أنقل هالشي وبدي شوف بعيوني هيدا فعل الرب متل ما برجع منقول تلميز لك أبونا صح إنو مش أنا يلي بدي أعطيهم هالسرور والفرح من عند الله بدون يخدوه بس أنا بس على قلو صح وبيخدو بيستقي منه أكيد كلمالة عم تصير شاطرة أكتر وأكتر نفتخر بتلميزتنا مرسي إذن كلمة فرح هيك قلت أول كلمة هلأ لفتت بس فلينا كلمة فرح بحرف الفي قلت هلأ فعل فعل نعم هو بالوقع فعل وبيقول حتى فعل إيمان ضمير بتصور مش ممكن المسيح يكون حزين بقول أديس البابا ما هونيك جبلة المسيح اللي منه حزين يعني في شي مش مظبوط لازم يروح على على عناي الفيئة ناخده على الطوارئ في شي يعني من وين نستمدها الفرح ضغري هيك شو بيجي على فكريك من وين نستمدها الفرح بيهل بإربان رسالتنا أربانية قليش وقت البقعد قدامنا قداش ما بتكون مبسوطة وقتلي بتاعتي رغيف خبز خاصة بهالأيام في قطيب من الخبز يكون بعده صخن وطازة وأساس مأكد ما يكون نشف وصار قاسي أو محطوط شهر بالفريزر وهلأ نزلنا قلبنا مثلها رغيف وقتلي بيكون قاسي ونشف لأنه ما عم يترطب ما عم تنزل فيها الدمعة من فوق بتجي بتخليه رجع شوي شوي ينتفخ هاي الخميرة ياسوع والخميرة عم بيدفن حيله لحتى يحررني بخلي قلب كلميله أكتر شو متل ما أوقاتنا نشوف هيك على الفيسبوك بتشوفي صورة بتلع مننا قلوب هيك حلوي هال هيك هالصورة إنه دايما نكون نحنا قلبنا كلميله عم بيوزع لبرة حلو كلمة فرح متل الزهرة إذا هيك يمكن إذا قلنا في فعل هو فعل إيمان فرح بالريشو هيك شو بيجي؟ إنه دايما هيك مثل هالريحة الطيبة هيك رائحة المسيح الذكية بدي إنشور هالريحان بيقولوا في كلمة ريحان ريحان رحيك ريحان يعني هالعطق الطيب تشيك؟ معنا وقت هلا نشوف على جوجل شو أصل الكلمة بس أديها حلو هيك إذا القلب فعلا ملتهب بهالقربين بهالكلمة اللي بتغذيه هالبخور الزكي اللي موجود على قلبي إذا هيك والعين مش ممكن إلا ما يعطي هالريحة طيبة ولا لو حطيت مئة ألف بخور على هالقلب الميت ما رح البخوري يصعد إلى خوف يشتعل هالريحة الزكية نعم والحق إنت إليلة عنها حب اختصاص يا عيدا إختي في دكتورة بس بالنهاية حرام كنت راح أقول لا 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 أكتر من الحب ما في أقوى ما زبطوا معك اليوم حرامي من نسرق من نعم الحب هدفه الحب أكيد فرح الحب بدايته ونهايته الحب خلف أنا كتير يوم قوية لأنها قوية رح ننتهل إلى جملة الثالثة أنا أصعد خلينا إياك سعود فإذا مرض هذا العالم هو هنا كتير شعبي أنا بنسحب مرض هذا العالم هو ترقق القلب والقلب القاسي يعني العجز عن الشعور بالحنان والرحمة هي العلاج لهذا المرض بدك تقطع لنا إياها إذا تريد أبونا لأنه صعب خليها هيك شوية ساعد نتأمل فيها الجملة فضل لحظت عدائشها حلوة فعلا متل شعر عم يكتب البابا هيك هالصورة البابا هيك بالبروفيل مع هالبسمة الحلوة الرضية اللي كلها هنا وبيطلع منه فعلا كلام شعر بشعر مشبول بألم بخبرة بصعوبات أتى فيها وهالجم اللي هي أسابتكن انطلاق لسبع وصايا بيننا إياهن البابا هلأ راح نشوف هون بيريف هون كل مرة كمان بعد تعليق صغير أي من الكتاب مقدس تجي هيك تشدد كل توصي بيوصلنا إياها وهون بالواقع ترقق القلب نحنا عادة شو منقول بالحالات المرضية ترقق شو؟ العضم العضام العيب الفرنسي أوستيوبروز أوستيوبروز شو الكلمة المعقدة شو يعني ترقق القلب؟ ترقق القلب؟ يعني صار جيف يعني صار ما بيقدر ما هو القلب معروف عنه أنه عضل ومن أقوى عضلات الجسم هالعضل بترقق بتحس أنه ما بق عم بيفعل فعله يعني زقا كلا بوكس ما بق عنده مشاعر ما كأنه صار فيه يعني ما بق عم يقدر يبكت يعني إللي تلحب؟ إللي تلحب؟ يعني شو معنى تعني ما بق عم يقدر يبكت أوكي ما عم يتحنن مرض هذا العالم ما فيهوش رحمة هو ترقق القلب والقلب القاسي يعني العجز عن الشعور بالحنان يعني اللي بده يودحنا إياها البابا من خلال هالعبرة الحلوة أنه القلب مش عنده صمامين نعم صمام الأول هو الحنين والتاني شو هو الرحمة وهالعضلتين وقتين بيشتغلوا بيخلوا القلب شو ينبض ينبض فرح، سلام، محبة، إيمان، ثقة، عاطفة نحن وصغار كنا نقول ماما عطيني عبوطة إذا عاشنا هالعبوطة مع الرب مش ممكن إيه، لازم نستخدم معلي هيك يمكن تضحكوا بس منا نكون ولد الولد عنده ثقة بيبكي بيتضحك بيلعب بيتحنن عنده رحمة لأنه ما بيحب يشوف شي بيبكي إذا شوف منظر مؤثر صرنا مخدرين صرنا مثل التميثيل الجفصين وظلنا شو هو هالعلاج المناسب لحتى نلين هالقلب لأنه نحن ديانة القلب نتبهوا مش ديانة شو الحرف ولا الفكر بس ناخد مثال كتير بسيط وانت بدك تقليلي عنه المرأة الزانية بيوحنى فصل 8 كيف تصرف ربنا؟ تتذكري إجو بدون يجيبوا مرأة وعلوه شو علوله ليسو إنه هي خطيت وزنيت وما بقى بحق إلا أنه تعيش إيه والشريعة بتطلب منه إنه شو؟ نرجمها نرجمها شو بيقولون يسو مين منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر؟ اختفوا كله الرحمة الرحمة حتى هالمرأة الزانية يسوع لم يدينها لم يدينها يعني أكيد قدينها بأي طريقة نفهم الكلمة بطريقة مصبوطة مش غلط مش ضربة لا مش عيتابة قال لما بقى ترجعي على قال لما ترجعي للخطيئة نعم هيك أدينها طريقة إيجابية بناءة الإدينة بالمعنى البناء نعم يساعدها ما ترجعي للخطيئة بس ما كسر ل متل ما بيقولوا جوانحة جوانحة لا بالعكس استقبلها إيه؟ ولا قد عليها وحتى إذا لحظت دخل معا بحوار وقلت اللي كلهم نختلفوا بيتطلعوا بيقول وينوا من أحدا حكم عليكي؟ قديش نحنا منحكم على العالم؟ كل لحظة إني أريد رحمة ولا شو؟ ذبيحة نحنا أي الشريعة نتبع اليوم خلينا نتطلع بحيلنا أنا مسؤول يمكن بدايرة عند وشبيت عند موظفين أنت عندك بالبيت يمكن خدمة أو بمسؤوليتك بالعمل الاجتماعي كيف عم نتعمل مع هالأشخاص اللي مبدئيا نحنا هني تحت إذا فينا نقول سلطتنا لا بس فيه شغلة الناس اللي ما منعرفهم منحس إنه منا مجبورين نرحمهم كمان هيدي أهم؟ نعم هول الناس اللي منعرفهم حوالينا بس فيه ناس ما منعرفهم هول كان بالحارة أكتر كان بالحارة أكتر هول ما منعرفهم لا بالكلام ولا بالفعل حقيقة نعتبر إنه ما عنا أي مسؤولية تجيهن ولا تجيهن ولا تجيهن ولا تجيبه الرب بالن هيدي خطرة هيدي أخطر ومش لناك برجع بقول مسيحيتنا أحيانا مريضة إذا الكاهنة أولا والكنيسة ما عطيتها الوجه العطوف الرحوم لكلنا عم بيكب حنين ورحمة أكيد بتصور رح يضال في ناس عم تجي من باب الواجب على الكنيسة طالما في عتاب ومن دون إشادة من دون مريفة مثل سيدة على الباق يعني معانقة أحيانا لأسول حظ هيك قبل ما نكمل أصبحنا مثل بيت تجارة نعم ويذكرني يا سعد اللي دخل الهايكل وبلش يكشح هالبيع ويقلب على الطاولات سعلتم جعلتم من بيت أبي بيت للتجارة أحيانا بحس إنه يمكن كمان بيتنا الداخلي صار متجر دكين يعني ما بقبل أعطي اللي إذا ما أخدت ما بقبل اطلع إذا ما اطلعت ما بقبل مد إيدي إذا ما مدّيت إيدك صار كل شي متل أخده عطا شريعة شريعة الرخيص شريعة ما بعرف يعني بالنهاية يريده رحمة شو الرحمة من وين تولد الرحمة حب ومسامحة تحرك تقبل تحرك تشوف أحشاءه هيدا الرحمة بس ما فيني كون رحوم عم نحكي غلط ما فينا نكون عم نوزع حنين فرح بسمة سليم محبة ورحمة ما فينا هول نوزعون إذا شو ما ضلينا عم ننضم للرحم هيدا لأن منو الرحمة تجي كلمة رحمة من الرحم صح أزا أزا مش أنا أزا ما حسيت إنه أحشاء وهي عم تتحرك فيي هو اللي من خلالي عم بيروح رح ضلني أنا متل السطلة يا عم مثل يا عم بحاول إنه ضلني متل التمثيل الجافسي يمكننا عم نقول ومش قدران روح لأبعد ربنا بدويني دايما نروح لأبعد ممكن لها الضواحة وننشوف يمكن بعد الاستراحة صار وقتا عنا دقيقة بعد إيه يمكن ننشوف بعد الاستراحة إذا عنا دقيقة إيه هيك شو أكبر عمل بتشوفي محبة ممكن تعملي؟ شو أكبر عمل محبة؟ أكبر عمل محبة هو ووقت اللي أنا بلاقي ووقت اللي بسامح حدا عمل لي كتير قزية حلو هي بده كتير محبة بده كتير إيمان يعني ما ما فيه برات الإيمان ما بقدر تصرف هيك ايه والغفران قدى الإنسان وقتل لي بتسامح هي شو بيرتسم بغرع وجه؟ بيفرح الفرح الفرح أكبر أنا بحس إنه اليوم وبيعرف وبيحس حتى لو ما قاله ومشينيك يمكن هيك قبل ما نكمل ونرجع يمكن أكبر أكبر عمل محبة إنه ساعدة تاني يكون سعيد أعطيه سعيدة بشغليه على إليه بالمسامحة أكتر شي بتعطي سعادة أكيد الغفران بتخلي التاني أكيد يعيش سلام وسعيدة مشين هيك البابا فرانسيس حدد بالكنيسة يوم للغفران العالمي في كتير شي بتعطينا سعادة مثلا نروح تناولي شخص تعطي القربان في أجمل من هالكادو أكيد رح هتشوفي هاللي بتسامع وجه بتسامع إليه وقت اللي بتروح بتشري ربطة خبز تقدميه على شخص لأنه ما عم بيلاقي خبز من هي هالأعمال الصغيرة بتصور إذا ركزنا بحياتنا على الأمور البسيطة اليومية نحتل على فرحة ويمكن أعرف هيك بس أنظر للتاني بموادة إذا رح نشوف بعد الاستراحة هيك بعض التوصيات فإذا منروح لبريك ومن بعده منكمل بعض التوصيات مثل ما وعطنا أبونا هيك سريعة بس تضرب ضغري على القلب بداكم نرجع رجعنا مشاهدينا بثورة البابا فرانسيس واليوم الثورة كتير قويانة مع البابا فرانسيس من خلال الجمل يلي عم بقدمنا إيهن الأب سامير بشارة بير سامير يعني أول تلجمل كانوا دسمين جداً حطونا على سكة معينة ووصلنا للرحمة هلأ بعد الرحمة هلأ نحنا بحس اليوم حاطتنا على سكة الأداسة كيف نعيش مع الرب وهيدا الحقيقة يعني وكيف ديكون مسيحة مظبوط حامل رسالة المسيح وقتصر فيها بحياتي يمكن كل مرة وكل مواضيعنا عم بيتمحوروا حول هالموضوع وهيدا اللي بيحاول يعملوا البابا فرانسيس بأكويله بس اليوم عم تحكينا بشي كتير قوي وجداً بسيط بسمة، رحمة، محبة، حرية وهيدا شي بيريحنا نفسياً اليوم أنا مرتاحة نفسياً فهلأ بعتنا بسلسل التوفيات مرتاحة كتير خير الله مرتاحة دائماً مرتاحة دائماً معرفة بسيط أبداً عم بفهم شا عم تقولي يمكن واضح الشي عم نقوله هيا ننفذو بس كيف نعيش هالشي إذا ما بيكفي بس الكلم إلنا إنو ترقق والقلب إنو ننعالجو وننضخو لحتى يدلو هالقلب عم بي عم يشتغل ويعطي هالقلوب دائماً وننسميها القلوب سميناها السلام، طمأنينة، ثقة، فرح هيدا المحبة بس كمان عملياً قديسة البابا ورح نبلش بأول جملة توصيات تيواضح أكتر كيف نرقق هالقلب وما يترقق مهمة أول جملة تحدث أقل قدر ممكن عن نفسك إذا رح أرجع عيدا شو المرض؟ تحدث أقل قدر ممكن عن نفسك ايه، وشو المرض؟ شو المرض؟ إنو منضلنا نحكي العنانية طبيعة الحال كتير أشخاص لاحظت ما بعرف إذا أنت حتى عنا بالجماعة أحياناً فيه أشخاص ما بيطلعوا فيك يمكن ما ينتبهوا إنو كل الوقت بتحسن سجنين حالاً وعم يحكوا دايماً عن عن كل شي هنه صار فيه ونحك وعم يعملوا ورح يعملوا حلو بتحس في صغرهم هنه عم يحكوا يمكن في نقص عند هالأشخاص بيصغرون أو أدمنهم مهمين يمكن شايف حالي كتير مهم لازم أعرض كل شي هي خطيئة وأوقات قبل ما نشوف شو معناتها الخطيئة هون الفيسبوك أحياناً بيوعى بها الخطر إنو أعرض كل شي عالصاحة العامة وبحس إنو قليلة نشوف إش أحلى ما أتكلم عن زيته وعن هلا بي بيرزدي وشو عملت أعطيني الشي أنا أخده لقلي مش دايما تفرجيني الشي أنت عملته هون في سفر الأمثال هيك رح نرفق إنو كل وصية باي من الكتاب نقدس شو بإنو هون سفر الأمثال الفصل عشرة الأية 19 هيك اليوم ناسا بهاك ترجعوا لبعض الأيات بالكتاب المقدس إن كان العهد القديم أو الجديد إذن أمثال 10-19 بيقول كترة الكلام لا تخلو من زلة كترة الكلام لا تخلو من شو؟ زلة شو الزلة يعني واحد زل لسانه وقت بيحكي كتير ممكن شو يخلط ومن ضبط شفتيه فهذا هو العاقل بس لا ما بتصور كترة الكلام لا تخلو من زلة أوكي ومن ضبط شفتيه فهذا هو العاقل ببتضبط معي عايدة مرة كنا عم نتساعل أزا بلسان النساء في شريان إضافة عن لسان الرجال بس لا ما بتصور بالنهاية من أحسن واحد بيقول يسقط من راس الجبل ما يسقط من راس لسانه إذن هيدا يمكن نطلب من الرب اليوم هيك يعطينا نعمة الاعتدال الحكمة ولساننا ما يسبق تفكيرنا ويمكن دايما هيك نخدها قاعدة عبرنا نتقل للوصية التانية نطلع بالآخر نسمعه للأخير وانتلاقا من الإصغاء العميق والباطني من خلال يمكن كلمة قطعت فيه أنا رد عليها ويمكن هون ساعة يتكافأ بالشي اللي أنا قدرت اسمع له إيه ورديت عليه بحكمة وبتمييز إذن خلينا دايما هيك نعتمد إذا فينا نقولها الفضيلة نحن وعم نحكي فضيلة التأني والصبر والاعتدال لحظت رانيا بلشتنا هلأ تطبق شفيفة مسكرين بس خلينا نقرأ الوصية التانية في خبرك نكتين؟ أزليقا قال له يا جمال قالت له إيه؟ قال له جارنا قتل مرتو قالت له ليش؟ قال له لأنه تمك بيه؟ قالت له يحرم يحرم واعتثر مقدرة بأولا مهضومة شالت له يحرم 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 يعني إذن رينا جملة تانية مقرأ شفيفة فضل يا سعد تجنب الفضول كمان ما بتجمع تجنب الفضول ولا تتدخل في خصوصيات الآخرين شو الفضول؟ الحشرية الحشرية الحشرية، المبالغة هلأ في فرق من الشيك إخوتي تجنب الفضول وما تتدخل بخصوصيات الآخرين ما معنيتها بديكون مثل مثل الحيط ما عم بيهتم بشؤون الآخر نعم، أنا مخصني بسكر بي 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 إذا سمعت شي على ستيل مثل ما بنقول من الأوروبا يعني إنه سمعت صوت بسكر بي بي حتى أنا ما أعرف ما بدي أعرف وما بدي أدخل وما بدي أنزعش هول كلهم بيلعبوا دورون عنا لا عنا في لحفة للآخر إذا سمعت صوت عند الجرام بدي أركوا تشوف إذا بهم نشير شوية؟ هاي حشرية يعني خلينا هيك نقرأ كمان هالآية هون من رسالة يعقوب تعرفوه لا يعقوب سامع عنه أكيد من الرسال بيسموها العامة اللي هي كلها وعظ وإرشاد روح هالسبع رسال هول بيسموها رسال كاثوليكية يعني الشاملة بتخص كل الجماهير بأي منطة وبأي زمن ويعقوب بدع بكم فصل مش كتر شو بقول بالفصل واحد اللي هيت أربطاش وخمسة عشر إذا يعقوب واحد أربطاش وخمسة عشر حول هالفضول لكل إنسان فضول يجربه آه الفضول بيجرب نعم فيفتنه ويغويه ليك فش هالكلم القوي بيفتنه وبيغويه والفضول إذا حبله أو إذا نعم حبله ولد الخطيئة والخطيئة إذا تم أمرها خلفت الموت خلفت الموت لكن لوين ممكن واحد يروح شوي بكترة الحشرية بكترة الحشرية بكترة الحشرية بكترة الحشرية وممكن ياخد مجرى طبيعي نعم بس شوفي من ورا من وراها الفضول في سؤنية أحيانا أوكي هلأ فهمنا من الأساس لأسنا بالشي غلط بتكون معنا والسؤنية أكيد هون بنعرف إنه من نظر إلى المرأة بعين الشهوة قد زنى بها إذا أكيد خطيئة بتولد الخطيئة حسب النية الفضول منه خطيئة بيولد الخطيئة يعني ممكن نروح لها بعض ممكن نروح لها حتى أقتل دي بدا إيمان نقدر نسيطر على ذاتنا إنه ما نقلب فضولنا للمرض بكل لحظة بيجي نية سايقة الفضول كمان بيخليك يكون عندك حشرية يكون عندك غيرة حشرية بتولد الغيرة والغيرة بتولد أكيد وهي دي خطيئة بحثاتها انت أمي صح نعم ومش هناك إذا نروح لحياة يسوع في كتير إشها ما خبرها الإنجيل نعم مع أنه نحنا دايماً عنا حشرية نعرف شو عمل بين 12 و 30 سنة عنا كتير حشر بقلنا الإنجيل لو بنا نكتب كل شي نكتب ربنا رادي بتصور بحياتنا يجب نكون كتير ركزين هالركيزة هاي دي تتعلمني إياها أمي كون ركز يا ابني لأنه بتصور فعلاً في خطر كتير كبير وقت اللي منبالغ بالإشياء ومنه منروح لأبعد ما لازم بنرجع نقر هالأي يعني جديد هيك قبل ما ننتقل لوصية الثالثة لحظتوا كيف ننعالج هالداء اللي هو ترقع القلب من خلال يمكن أمور عملية بسيطة بس مهمة بتخيل نعرف نعاش كيف تواصل سليم وهني مع الآخر هاي دي المحبة وهي دي الرحمة إنه أعرف إذن هوني لكل إنسان فضول يجربه فيفتنه ويغويه والفضول إذا حبل ولد الخطيئة والخطيئة إذا تم أمرها خلفت الموت اللي يبعدنا من هالموت هاي دا الموت الداخلي بتصور إذا منها نختم على ما نكمل الحشري واللي عنده هالفضول في شي ميت فيه وعم يبحث لشي لحتى يعبي فراغ فيه نقص يعني فيه نقص كبير وفيه ما فيه حياة ويا ما فيه أشخاص بيتسلوا بشو بأخبار غيرهم بأخبار غيرهم اللي ما قلع ابدا نزوم إنه تنعرض لأنه عندهم عقدة هول أشخاص ميقول أشخاص معقدين وتيفكوا العقدة خلوا يقروا الكتاب من قدس وخاصة الأسفار الحكمية قداية شمالية بجواهر ونصائح فيها حكمة يعني صراحة أبونا وقتل ما نكون بالقداس بيتمرق هالقراءات ما منتلزز ونتمعن فيها قد ما نحنا نحمل الكتاب ونقرأ على مهلنا البيت صح عافيك هاي دا نقطة كتير مهمة تالت نقرأ تالت تالت توصية رأنا إياها يا سعد فيك تقرأ من عندك صعب رح نقرأ تقبل المضايقات الصغيرة بروح الدعابة بروح الدعابة ايه ارجع إريها بعد تقبل المضايقات الصغيرة بروح الدعابة ايه بقولوا الدعابة أو دعابة هذا هيك بتصوى عكل حال شو تقبل المضايقات شو تقبل المضايقات شو تقبل المضايقات يعني ما تعمل رد تفعل وما ترفض وما تنزعج يعني من الأشخاص اللي بيديقوك كما نعتبر أنت بالبيت وجاوزك ديق بشغلة أو هيك زعجك كيف بتردي؟ كيف تتصرفي؟ أنا كل واحد عنده رد تصرفي؟ بتعصب عليه؟ بتردي عليه من نفس الطريقة؟ هون بيلعب الحب بعد ذلك بتحبه للإنسان وتنفجر أدامه وتقدم له حب؟ وتأخذ الشابك وبتبلش تقددي لا بس ما فيك ما تتضيق يعني الواحد الإحساس عنده هيدحقه أنه أي شي زعجك من أي حدا إلك حق أنه تنوجع إيه أكيد بس مش المشكلة إنه إذا نقذينا ردة الفعل هل بدي رد بالطريقة المماثلة أو بطريقة عنيفة؟ حسب قدي تحبه لهيدا الشخص؟ ما هيدا نحنا بنا نتعلم نحب الشيء الشخص ما بعرفه بقدير حبه؟ بعرفه أو ما بعرفه كان بالحري كيف عم بتقبل فكرو الشواء كيف بتقبل أنا إنه إجا حدا هندربني أو زعلني أو جرحني؟ كيف؟ هون بيرجع بيقول لأبعد تقبل مضايقات الصغيرة الصغيرة إيه صغيرة ما مش حرزانة إذن عفاك مش حرزانة ما نحنا شو أحيانا بنعمل من شغل صغيرة؟ من حبّة إبّة ليه؟ شو الإبّة؟ إيه تعفيا أصل هالمثال من الحبّة إبّة مرة قالولي إياها كنت عارف إيه لازم نرجع قالولي إليها بقعد كنسة كأنه يمكن الإبّة الغيتو ما مش دورة هلا رح نتشطط إيه؟ إذن مضايقات الصغيرة نعم كيف نتقبل هالمضايقات؟ لأنه أكيد الإشّة المهمة بدي أخذ موقف ويمكن نوضح الأمور ودخل بحوار حوار مصحح ما نتعرب ولكن إذا إشّة مش حرزانة مثل ما كنت عم تقولي صغيرة هو قاله الصغيرة إيه كيف بقلب على تكون؟ فعلا هيك هون عم بقول يروح النكتة يعني يروح الدعابة يعني هيك تكون عم بردّة ما عم بتلقيها إيه؟ عفاك بس أوقات بتردّة بهالطريقة النهفة يعني تعملها نهفة متل ما بنقول بس بقلبك بتكون حملها وعم تحرق لأنه ما قدرت تتعبر أنه أنت انزعجت خلينا هيك نقرأ تنشوف شو بقلنا كمان هون يعكوب شو بيقول لسيرة يعكوب اللي هي بتجي بآخر كتابات العهد الجديد فاصل أول نعم الآية 2-4 إذن يعكوب 1-2-4 انظروا يا إخوتي إلى ما يصيبكم من مختلف المحن بفرح كامل انظروا يا إخوتي إلى ما يصيبكم من مختلف المحن بفرح كامل فأنتم تعلمون أن امتحان إيمانكم يلد الثبات وليكن الثبات فعالا أنا بتستقفني كتير هالجيم لوقتي بقول ما يصيبكم من مختلف المحن شو بفرح كامل تقبلوها كيف متل بدي أقلك مثلاً عذابنا اللخص عذابنا اللخص تقلي كيف نلخص هالعبرة عم تجي أزيفة الشيك أو رصاصة شو بتعملي بتجيب كنت رحلك قطنة أو بلون بيستوعب شو هارصاصة ما بتفوت فيك بس بتردة وبتتبخها وبتنطفي رصاصة طايشة نعتبر بتصور ردة الفعل اللي بنعملها بهالفرح بهالدعابة بهالروح النكتة بتفش أزا فين يقول هارصاصة طايشة وبالوقت زيته بتساعدنا نتخطى وخلص حتى ما لازم تخليها فيك لأنه وتلت تخطيها تتحرر منا بس علم النفس بيقول غير هيك بس الدعيبة بتصور ايه؟ علم النفس بيقول غير هيك جدا لازم نتوقف مرت الجاي يمكنين عن أهمية يمكن هيك روح الفرح وحتى روح المرح مش هيك؟ فرح ومرح والطرافي هيدا ما بيكفي هلأ شفنا ثلاث فين يقول كترحلك أنابل أنابل صغيرة بس مهمة ها بنرجعهم بالأخير تنكمل رابع وصية لا تدين الآخرين لا تدين الآخرين عندما يخطئون ها قلناها بالأول ما رأيت معنا ما رأيت طريقة إنه نحنا ما نتكلم نسمع الثاني أكتر مين أنا تدين مين؟ لا تدين الآخرين عندما بستعمل المعيطة لحتى هالشخصي زبت حاله هيدا كمانا بكون أنا عم تدينه تنقرى شو بإنا متى متى أكيد كتير أكويل بكل الأنجيل والرسيل أكيد تعرفيها انظر بشو بالأول إلى الخشبة موجودة بعينك ومش للأشة موجودة بعين أخيك إذن لا تدين الآخرين عندما يخطئون مين أنا لحتى أنا يمكن أكبر خاطئ مين أنا لحتى دين شو بإنا هون متى خمسة واحد لخمسة لا تدينوا لألا تدانوا تدانوا فكما تدنون تدنون ويكال لكم بما تكلون لماذا تنظر إلى القضى الذي في عين أخيك والخشبة التي في عينك فلا تأبه بها مين في دين واحد أنا ممكن صححح ممكن بطريقة أخوية واجه ملاحظة انتقاد بالناء بس الإيداني شو سبب شو الفكرة وقتل بإنا لا تدينوا يعني عم بعطي أصاص للواحد تكون لا أحيانا الأصاص بالناء لا ننتبه الإيداني وقت اللي بتيجي لحتى بنية شو دمر الآخر دمره أكتر انت عملت هالقد انت ما بتستحق شي بقى وهالإيداني وهالإيداني أكيد ما رح تساعد الثاني ما رح تساعد الثاني ينمى ويكبر إذا نخلي رب هو دين ما معنات أنه نحما علينا كمان نوجه هالإرشاد الصحيح نكمل إذا لا تدينوا لألا تدانوا الآخرين عندما يخطأون ولكن بوقت معيا بيعطيك مثل بسيط قبل ما نتابع ونختم نعتبر العشين باري عملت هيك فصولي عريضة أنا بحبك كتير متبلة وإزهت شو بدي إليك مش عصرة حامود النينة حامود كاملة حطتها فيها عم بيليك بس أكتر من هيك حمودة كان فيه بهال الصلطة المتبلة أنا كتير بحبها ما بيلتقى ردت فعلي شو كانت إنه دغري انتقيد أو وبخها بطريقة إنه إيه أنا من زمين ناطر هالطبخة هاي الطيبة وما دقتها أصلا أخدت واحدة وشو كنت عملتها إنت أنا كنت حملتها حطيتها بالمصفية مش عتبها تبها انت هيك كنت عملتها ردت فعلي كان إنه دغري رو على المطبخ وأعملها مثل البهدل صغيري بس أنت شو عملت؟ سكتت مقلت شي نطرت ترو ونهار للبعده يعني اليوم الصباح جيت مونجور كيفيك؟ بوستها مثل العادة حتيت لها إشارة صليب عجبينا دخليك وقعت عمينة الحامض بالصلاة المبارح بالفصولية طريقة شو شوي فكهية بالوقت زيته يعني وزهني للملاحظة إذن الإيداني وقت اللي كان ممكن دغري ردة فعلي تجي وتجرح التاني هيدا من خبرتك اليومية اللي عم تعيشها إنها ملقى وهي كل يوم ممكن تحصل معنا وصلنا المساج تانك بقلب العيلة مع أي شخص كان نعم الوصية السيسي ما رح تعجبها لراني تفضل تحمل اللوم حتى لو كنت لا تستحقه هيدا بتصير مع الناس اللي ما نحبون يسوع حملنا خطيانا هون منشوف قدي حبنا صح هيا علينا تحبه قلنا بس شخص ما بحبه أنا مجبورة إنه بتحمل اللوم عنه هون سؤالة نرجع نسمعه عمين معروف سعد تحمل اللوم حتى لو كنت لا تستحقه بتوقف شو على هالجملة بأنه واحد بطرس الفصل اثنين ايه تسعة عشر واحد بطرس اثنين تسعة عشر من النعمة من النعمة أن يتحمل المرء مشقاط يعنيها ظلما في سبيب الله من النعمة بقول نعمة أنه يتحمل الإنسان مشقاط ظلما بيعنيها من أجل الله إن تقلمتم وصبرتم على القليم كان لك نعمة عند الله بيعتبرها نعمة إنه اتحمل اللوم بالوقت زيته شو؟ ولو ما كنت عم بيستحقه هلأ بيقولوا عنك مجدوب أصلا كتير من القديشين كان يقولوا عنه من مجديب ورح أقول إنه أول قديس أو كدوس المسيح عجبتني كتير قلت فاتك إنه قلت دغري يسوع هو تحمل اللوم لو ما كنت عم يستحقه نتأمل بهالعبارة في عنا وقت بعد نحكي عنا ومنكمل ما بقى عنا إذن بعد عنا أخر واحدة في وقت بعيد التاسعة والعشر والإحدى عشر من نطع الأخيرة ما علي الأخيرة دغري خلينا بعد لا تجعل نقرأ هيدا لا تجعل من همك الأول الحياز على إعجاب الآخرين هالفيسبوك والإنستغرام عافيك روما فصل 3 روما 3 شو بيقول لا تذهبوا في الاعتداد بأنفسكم بل تعقلوا فتكونوا من العقلاء لا تذهبوا في الاعتداد بأنفسكم بل تعقلوا فتكونوا من العقلاء ديماً عنا هل هل هم إنه شو نعجب الآخرين خانطوا من الرب يعطينا نعمة شو عدم الاعتداء ولكن شو التواضع هالتوصيات اللي هيك عم نختم فيها بالجملة الأخيرة بتقريع لا يرضى الخير فإذاً لا يرضى إخير جملة لا يرضى الخير البقاء في الثلاجة علينا أن نعمله اليوم إذاً شو اللي بنا نعمله اليوم إنه ما بينطر الخير إنه بكرة بعمل هيك وبكرة بدي أعمل هيك اليوم بدي بلش بعمل الخير للآخرين يمكن ما عيش لبكرة ما بدي عيش وهم الماضي وقلق المستقبل اليوم شو بدي نفذ اليوم خير هل تسمعونا؟ لا يرضى الخير البقاء في الثلاجة علينا أن نعمله اليوم هذا اللي هلأ بنا نرجع نعرضه مع بعضنا مش هيك نرجع نقرأ هالئيات اللي قطعت بختام تما يبقوا بالثلاجة خلال نرجع نشوفه مع بعضنا فضل يا سعد بمأمل ليست القباسة أن نكون بأعمال خارقة لكن أن نبع الله يتصرف في حياتنا الثاني واحدة رسالتنا المسيحية هي أن نعطي الفرح للآخرين مرض هذا العالم هو ترقق القلب والقلب القاسي يعني العجز عن الشعور بالحنان والرحمة هي العلاج لهذا المرض تحدث أقل قدر ممكن عن نفسك تجنب الفضول ولا تتدخل في خصوصيات الآخرين تقبل المضايقات الصغيرة بروح الدعابة لا تدين الآخرين عندما يخطئون حلوة هي مهمة تحمل اللوم حتى لو كنت لا تستحقه لا تجعل من همك الأول الحياز على إعجاب الآخرين كن وديعا ما أطعت معنا بس من أولى لا يرضى الخير كن وديعا في المناقشات حتى عندما تكون على حق هذا كمان من نفس الموضوع وأخيرا مع بعض من أولى لا يرضى الخير البقاء في التلاجة علينا أن نعمله اليوم مشاهدينا يعني مثل ما شفتوا بير سامير اليوم هيك حريص جدا على توزيع هيك المعرفة بطريق الأداسة لألنا كلنا شكرا لألك بير سامير على هال يعني هالوقت هيدا شكرا على البابا فرانسيس ومن خلال أكيد روح الأدوس عم تنقلنا كل أكيد بإلهاماته كل هالأفكار اللي منقل من الليهوت للمعيوش للشي بدنا نحنا مطلوب مننا بحياتنا وصراحة هيدا الشي بيخلينا نكون فرحين أكتر بيومياتنا وهيدا يلي وصلتنا إله اليوم إنه اليوم هو فرحنا مش مبارح ولا بكرة بيعملنا الآن هلا شكرا لألك شناك التيل بالأخير شو يوحروم 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 شكرا لألك بير سامير بشارة على برنامج ثورة البابا فرانسيس لليوم معتما بعد مشاهدين الأسبوع المقبل وبقعد أكيد التنين ظهرا على الساعة واحدة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة